طيب إذا في عنا بدنا ننطبع الآن التسط يعني الدقش موطور اللي منها نطلع البرامترز إيش هنا البرامترز عندين برامترز رئيسي لتوصف للدقش موطور X1, X2 R1, R2 XM و RC دول بينهم بحد يدولي في هذا المحرك البرامترز إذا نعيد هذا المحرك 7.5 هونس باور للباور تبعده تذكرنا هونس باور 746 واط ماذا؟ فور بول هذا ليش عادة في تيرز أو بول هذا البول اللي هي أربعة بول 288 فوت 60 هرتز ديزاين A في أربع ديزاين لالدقش موطور أنواع المخدرات الأول والأول والسي والدي نحن بيهمة بشكل رئيسي إنه بديزاين A يكون X1 يساوي X2 يعني الرياقتنس تبع السيتر بيساوي الرياقتنس تبعك الريفليكتنس تبع الرياقتنس تبع الرياقتنس تبع بيهمنا الرياقتنس تبع بشيء؟ لأنني بدي عارف الفولتج اللي جاي على فيزة بشيء أنا عارف من الفولتج اللي جاي لها السورس 28V بس بنعرف الفولتج اللي جاي كل واحد من الفيزة بشيء تただم طبع على المحري يقولون أنت ساركت ثم لدينا هم عاليا ردوهم وستوى سولد إبقى حمت Super فهنا قبلك بهالجه هم تعلمه على سورة لا يتجمع الافكار hanno إيجاد البرälle والا . اللي هي R2 على S هاي الدارة كل واحد من الدارة الهدف من الديسي تس اني اطلع قلمة R1 لابد اذا اضع ديسي ديسي على اندكتر تشبون بوتش دروب اذا مر كرب ديسي الاندكتر تشبون بوتش دروب عبر الاندكتر زيرو اذا عندي ديسي تس ديسي تس اعمال نعمل الفقس التالي هاي بدي اخلي الكلمة هاي بدي اخلي الكلمة لما بضحصوا على ديسي ما فيش عند ديسي ما في ديسي تس فالبولتج هون عمالة بتحرق والبولتج بشكل كثير ميسي جاية على الابدينة R1 هاي بي رون هاي بي رون فكأنه المحرك في الحالي تحت ديسي تس لاني عمالي بقيس R1 هاي بلاعته هاذا بيتانه 8 بولت بس هاذا المحرك واي كونيكتد ماعطي بالسؤال هل 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 واي كونيكتد وإلا هل يكون ديسي بش هيك لو انه مش واي كونيكتد ريكون دي R1 إذن في الحالي هاي مين اللاين بولتج بيتانا 8 بولتج بين ايش وايش رح يكون بيتانا 8 بولتج واضح الاختلاف بين الـ وفيس بولتج نعم بيتانا 8 بولتج بين هاي النقطة و هاي النقطة اهه بين هاي النقطة و هاي النقطة و بين هاي النقطة و هاي نقطة هاي النقطة و هاي النقطة و هاي نقطة بيتانا 8 بولتج مزبوط لحالة لنا بشكل هلا أنا حاطت عليه بس ديسي بس حاطت عليه 208 بولتج فعالة لحالة نقطة بيتانا 8 بولتج رح يحفونا اختلاف غانبات و هاي اختلاف غانبات فاحتلا نقطة بولتج قليلا عشان ما يكون قمة تعالي لم يتانا 8 بولتج رح نقطة متعالي فخلال هذا الـ تست رح نحط بين هاي النقطة 13.6 بولتج وجدنا المكرنت بيما 3 يوان شهرين شو الهدف من هذا التست مرة تانية تستولي اطلع قيمة روان. روان. كيف هلأ بتحسن؟ كيف تطلع قيمة روان؟ كم روان انا هلأ في طريق؟ تنتين اشه؟ هي هاي و معي. لاني ما في عندي فريق اوصل للنطة هاي ببوط. ما في عندي فريق اوصل لستار كون. فمضطر ايش عمي. اوصل دين هاي المنطة وهاي المنطة هاي. ازا هكيش قيمة روان ازا عندي؟ في على قيمة روان ايش. ازا اثنين روان شو بتساوي؟ طلق 13 و 6 من 10 بولت على 28 أمبير. مضبوط من اوصل. ازا روان شو بتساوي؟ بتساوي مصف القيمة هاي. ازا روان بتساوي 13.6 بولت على 28 أمبير على اثنين. اللي هو بتطلع معي قيمة روان بتحالي هاي. 0.243 بولت. لاحظوا هاي بس البي سي. بس البي سي. ما خدها اعتبار اكس ولا هاي. بس ناتين احنا قيمة روان. بذن انتبه طبعا قيمة روان انا ما بيش مخيصوها بالواقع عمليا فعليا. بذن انتبه شغلات الحرارة. لانو الانحاس او الالمنيوم بتأثر بالحرارة. بتتطير مقامة ومتزيد مقامة بالحرارة. فعادتهم بعمل او بعض. بحث انا ما يجو يقيسوا هاذا القيمة بتأكدوا القيمة صحيحة على الحرارة اللي بيش طلع عليها المتحق. احنا هم نفترضي. دعم. بس كن افكت. شعروا فكت بس كن افكت. المقامة بتتغير بمكشي الكرم تغير على السطح تبع المقامة. بس احنا هم رح عم نحب فيه. رح ناخده زي ماهو برقب اللي بوجوده. وفيه تصحيح بأش اسمه. بس كن افكت. اذا هيا ايضا فيهة روان صارحيح ان هذا روان الان عروف من ناحب هذا بس كن افكت.